مملحات رمضان الأكثر طلباً بطريقة سهلة أدين طرق لكم الحشوة بجوجة ديال الطرق وأيضاً طريقة الاحتفاظ بجوجة ديال الطرق وصفة اللي سهلة وناجحة مائة في المائة بسم الله على بركة الله المكونات عندي أربع فصوص من التوم اللي ضغط عليهم هكا بالموس ثلاث ورقات ديال سيدنا موسى لبزار نصف ملعقة صغيرة ملعقة صغيرة من الملح عندي هنا يا جوج صدورة ديال الطرق كل قطعتين ديال الصدر في 600 جرام المجموعة عندي كيلو و 200 جرام ديال صدر الطرق من الأفضل خليه بجلده دياله نحي تالي كي تغسل مزيان طبية الحال من قبل كنضيف لي الملحة لبزار ورق سيدنا موسى فصوص ديال التوم اللي كنضغط عليهم هكا مزيان والماء الكافي الحامض مصير اللي مقطع ولا كيكون طحون في الروبو. المعدنوس اللي كيكون مغسول ومقطع. عندي ليصوص اللي كيبقوا اختياريين ممكن ما تديرو مش طبيعة الحلوة لكن هما كيعطيو لده اكثر. عندي هنا صلصة المحار وصلصة صوجة اه تقيلة. ممكن نديرو الخفيفة. اللي عندكم ديرو هاد ليصوص كيعطيو مده قرائع جدا. ناخد هنا وغادي نضع فيه العناصر كلها. المعدنوس. الحامض مصير. الملحة ما تكتروش الى استعملتو لصوص لانهم كيكونوا مالحين. وحتى الحامض مصير را كيكون مالح. كنضيف التوم بودر اللي ممكن تعاوضوها بتوم الطاري يكون محكوك. تحميرة. اه سكينج بير اللي ضروري. الهريسة. انا عندي هادي حارة. كتديرو القياس ديالكم. انا هاد الشرمولة غادي ندير بها جوج ديال الحوشوات. عندي هنا العطرية ديال الحوت. ممكن تاخدوها جاهزة. او ممكن تحضرها في البيت. ملعقة كبيرة مملوئة. كنخلط هاد العناصر جيدا. ممكن في هاد المرحلة اضفو عصير نصف ليمونة حامضة. انا غادي ندير اه سلصة السوجة وسلصة المحار. سلصة السوجة تقيلة غادي ندير ملعقة كبيرة. وايضا ملعقة كبيرة من سلصة المحار. اه ممكن ديرو احتاسوس نيوك مان كيعطي ما داق اه رائع جدا. كنخلط هاد الشرمولة هي باش غادي نوجد الحوشوات بجوج. طبعية الحالي لخصتنا اه شي حاجرة را كنضوقو الحوشوة مثلا الملحة وللحار را كنضيفوها للحشو. كنخلط مزيان. عندي في ميقلات هنا واحد البصلة كبيرة قطعتها اللي كان طحنا في الروبو. ملعقة كبيرة ديال الزبدة. ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون. وغادي ناخد كمية من هاديك الشرمولة اللي حدا. صدر الجاج بعد ما طعب اصفيتو. غادي ناخد جزء من هادك صدر الجاج يعني نمسل جوج قطع ديال الصدر. نقطعو ونطحنو في الطحانة او الروبو. باش يكون قطع اللي هي صغيرة. كان شحر البصلة هي اللولة مع زيت والزبدة والشرمولة. حتى كتبدا كتاح كنضيف الجاج. هادا صدر اللول. قطعتو. وطحنتو غير طحناها كخفيفة. باش ما كيبقاش اه واقف. وعندي الشعرية الصينية استعملت ثلاث علب صغيرة. نقعتهم غيف لما بارد فقط. وصفيتهم وقطعتهم. غادي نضيف ملعقتان كبيرتان ديال جبن طاري. وهالحشوة عندي واجدة ونخليها كتبرد. الحشوة الثانية عندي اه ميتين جرام ديال فطر معلب. ملعقة كبيرة ديال زبدة. ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. وكمية من هادك الشرمولة. ممكن تعودو الفطر معلب بالفطر الاسود. او بالفطر الطري. كنشحره في المرحلة الاولى. كيكون عندي جانبا. تلتمية قرام ديال القيمرون. اللي مغسول طبيعة الحال من قبل. ضروري ما كيتسقطر من الماء. انا عندي هكا اه يعني الكيمية عبرها تلتمية قرام. كنشحره على نار مرتفعة. باش ما كيتلقش الماء. ضروري. وما كياخدش الوقت طويل. اه تقريبا اه تمانية دقيق ممكن اقل الى كانت نار مرتفعة. صفيها هو كيتغير لي اللون ديالو. اعطوا البهال باش ما يتلقش الماء. مباشرة غادي نخلي كيبرت شوية ونديرو في صفايا كيتسقطر من هادك الماء اللي فيه. ضروري. نفس المقلات اخديت ملعقة كبيرة ديالزبدة. صدر التاني بعد ما قطع سوته هو وطحنته. كنضيف ايضا اه شرمولة. فهد الحشوة التانية اللي فيها القيمرون ممكن تستعملوا معاها سلسط البشاميل كتعطيها ماداق رائع جدا. كنخلط مزيان هاد العناصر جيدا. كنضيف هدك شي اللي تصفليه من القيمرون. يعني كيمية قليلة من الماء. كما لحتورها ضفتها. كتزيد كتعطي لده اكتر الجاج. وكنضيف ما تبقى من الشعرية الصينية. اللي كتنقعها اما في الماء مغلى او ماء بارد. وكتقطع وكتضيفها وكتخلطوا كل شي مزيان. ضفت هنا يا القيمرون وشومبينيون اللي شحرت في اللول. كنأكد ضروري ما تسقطروه من الماء. كنأكد القيمرون كتسقطروه من الماء. كيكون في واحد شوية. صافي هالحوشوات عندي بجوج واجدين. هاديك اللي بتجاج الولا. وهادي اللي بالقيمرون والشومبينيون. غادي نخليهم انا يباتوا. لغدتليها. هات غادي نعمرهم. من بعد غادي نضيف لهم كيمية معقولة ديال الجبن آآ مفروم. خديت هنا يا الورقة ديال بسطيلة من الحجم الكبير. كنطويها على جوج. كنقسمها انا على جوج. غادي نحضر آآ بجوج بهم بريوات. يعني هما الممالحات المفضلين عندي في البيت. عمليين وسهلين حتى في الخدمة. كي جيوزوينين صراحة اللي بغايد دير بسطلات صيقار اللي بغيتو. بحاجة هنا لأبيض البيض وعندي زيت نباتي اللي وضعت فيه شوية ديال الهريسة وشوية ديال تحميرها. والقليل من الملح. وخليفو تطلقات مزيان ديك تحميرا والهريسة. وكنصفي باش مكتزش ليا ديك الشي ديال تحميرا والهريسة. كناخد الورقة ديال بسطيلة راها معروفة القاعدة. الجهة الحرشة هي اللي كتكون الفوق. والجهة الملسة هي اللي كتكون التحت. بما ان الورقة جديدة ومدهونة بالزيت. وانا كنطيبهم غير في الفران. ما غاديش ندهنها ابدا في هاد المرحلة هادي. كانت عندكم الورقة ناشفة وقد تقطع ضروري ما تدهنوها بالزيت. انا ما دهنتهاش لان الورقة كيما كتلاحظوه جديدة ومزيانة. صافي كن بدك نطوي بطريقة العادية. رسبق لي وشاركس معكم الابرايوات شحل من المرة. اسفل الشريط كتدهنوه بالقليل من ابيض البيض. صافي كنحصل على الابرايوة. انا كنديرو من هاد الحجم الكبير. انه كيكونوا عامليين وصراح تفتح دير ديالهم. ضروري بطبعة الحل حشوارة كتكون باردة كما اذكرت لكم انا حضرتهم بحل في المساء وفي الصباح عادة احمرتهم. هنا هادا لبغيتو تقطعو واركة تقطعو وكل الصقب ابيض البيض. طريقة رها سهلة وواضحة كما لحتو معايا. كنجيوا برايوات اللي رائعين جدا. كما اذكرت لكم بالنسبة للحشوة اللي فيها القمرون ممكن تفو لها صلصة اه البشاميل. غير هي تكون شوية يعني مشي كميال كتيرة. مثلا تديرو اه كاس ديال الحليف ملعقة صغيرة ديال الطحين ملعقة صغيرة ديالزبدة شوية الملحة وشوية اللي بزار. وكديروها ولكن تقع الكريمة كيكون افضل. كتطيبوها بالطريقة العادية. وكتخليوها تبرد وكتخلطوها مع الحشوة. كتجي ماداقها رائع جدا. كما لحتو معايا طريقة الطي ديال البرايوارها سهلة. كنقلب هاداك الطرف. وكنلف ديالها مرة اليمين مرة اليسار. حتى كنكمل. وهادشي كيكون زيت. نقطعو. ما كيلاش هم كيتحلوش نهائيا في الفران. انا مكن نقليش هاد المملحات ابدا. كندخلهم غير الفران. قادي مقحت نكملهم انا كاملين. هادو اه درشهم في البلاتو. فرشت لهم قطعة ديال البلاستيك. ودرت طبقة ديال البرايوات بعد ما دهنتهم بهات الزيت هذا. واختيت طبقة ديال البلاستيك. وضعت طبقة اخر كما لحتو ديال البرايوات. كندهنهم انا. باش الوقت اللي غنجبدهم من المجمد. كنطيبهم مباشرة. هادو كلف البلاتو. غنزيد نقطعو بقطعة ديال البلاستيك من الفوق. وندخلهم حتى كيتجمدو. اهاد نخرجهم ونديرهم في الاكياس. باش ندخلهم المجمد. هادو اللي في الطاوة. نفس شيء. كندهنهم بالزيت. وندخلهم الفران. يكون متو وسيط درجة الحرارة. النار من اسفل فقط ديرو غير مئة وتمانين. غير كيبال لكم بدهو كيتشمعو شوية فقط. وخرجوهم وخليمو حتي برضو تماما عادي مكلكم تحتافظو بهم. ها هما كيما لحتو بعد ما طيبتهم. خدو واحد لون دهبي خفيف بدهو شوية كيتقرمشو. خليسو محتي برضو عادي نديرهم في اكياس ونديرهم في المجمد. هادو اللي في البلاتو. راه تجمدو. وحيت هاداك شيء باش غادي ناخد هاد الاكياس المخصصة المجمد. او ممكن تديرو ذوك العلاب بلاستيكية. لكم كامل اختيار. هادو كيكونوا مجمدين. كتديرو وخة وحدة فوق وحدة ما كيوقع عليهم حتى حاجة. الوقت اللي غادي تديرو مدابة في هاد الاكياس. سواء هادو اللي مجمدين. يعني بجوج طرق. طرق اللي هي ناجحة. وطرق اللي مزيانة. غالبا ما كندير انا هادي ديال اللي كنجمدهم. كنديرو في الاكياس. واللي بغيت الكيميارة كنجبد. ما كيكونوش ملاسقين نهائيا. كنجبدهم ما اللي مجمد الفران مباشرة. ما ندهنهم محتى حاجة. يعني دهناهم بالزيت غير مباشرة من الاكياس للطاوى الفران. كنخرج الهواء من الكيس البلاستيكي. وهادو حتي يبردو. عاد كديرو في الاكياس. يعني ما ديرو مش هما سخان حتي كيبردو. وكنحتافض بيهم. وهذه هي الكمية ديالي كاملة وفصحة وراء. موسيقى